اهلا بكم الى موجز الاحداث الرياضية على قناة الحدث الافريقي وجه نادي الاهلي شكره للجماهير المغربية على مساندتها ودعمها وذلك بمناسبة مشاركته في كأس العالم للانديا المغرب 2022 التي احتل فيها الفريق المصري المركز الرابع ونشر الاهلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها بعثة الاهلي تغادر طنجة الى القاهرة وتشكر الاشقاء في المغرب على كرم الضيافة والدعم والمساندة تحدث روبرتينهو مدرب سيمبا الدنزاني عن مواجهته المقبلة امام الرجاء الرياضية في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور ابطال افريقيا وقال في تصريحاته التي تلت الهزيمة امام هوريا كونكري بالصفر لهدف واحد الرجاء الرياضي سيكون خصمنا المقبلة في ملعبنا وبحضور جماهيرنا سنستعد بشكل جيد للمباراة وخصوصا على المستوى الهجومي الرجاء فريق كبير ولكننا نادي كبير كذلك فدور المجموعات لا يضم سوى الفرق الكبرى لدي ايمان كبير في مؤهلتنا ولدينا الوقت الكافي سنعطيه كل ما في جعبتنا من اجل الانتصار على الرجاء في ارضنا حذر اسطورة تشيلسي جونتيري مدرب الفريق الحالي اجراها بوتر من عدم تحسن النتائج على ارض الملعب خلال الفترة الحالية وتذبذبت نتائج تشيلسي في بداية الموسم لتقارر ادارة النادي تعيين بوتر بدلا من الالماني توماس تخيل لكن مدرب بريتر السابق فشل حتى الان في ايقاف العروض الضعيفة للفريق ويحتل تشيلسي حاليا المركز التاسع في جدول الدولة الانجليزية بعد تحقيق فوز واحد فقط خلال اخر ثماني مباريات ويتأخر الفريق بفارق عشر نقاط عن نيوكيسل صاحب المركز الرابع افاد تقرير صحفي فرنسي يوم الاحد بان باريس الجرمان يسعى للتعاقد مع هدفين محتملين لبرشلونة في الصيف المقبل وبحسب موقع لديسبورت الفرنسي فان باريس الجرمان يستهدف ضم البرتغالية بيرناردو سيلفا نجم وسط منشستر سيتي والقابونية بير امريكو باميونغ مهاجمي تشيلسي واضف التقرير ان باريس الجرمان يسعى لاستغلال حالة الغضب لدى اوباميونغ تجاه تشيلسي بعد استبعاده من قائمة الفريق لدور ابطال اوروبا الى هنا نأتي الى نهاية المجز الرياضي شكرا على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة